أول شيء أحبائي الميلاد العذراوي يعني خلينا ننظر إليه من عدة أوجه أولاً الخلاص ينبغي أن يكون من الرب زي ما أنه كانت الخلاص لآدم وحواء بطريقة إلهية مبادرة إلهية أنه حاول آدم وحواء أن يلبسوا أوراق يغطوا العورة بأوراق من التين لكن مكتوب أنه الله ألبسهما أقمسة من جلد يعني كان فيه دبيحة ومنعرف أنه بعدها يعني هابيل قدم ذبيحة ومنعرف أنه نوح إبراهيم إلى آخر خلاص صارت العادي متبعة فإذن الخلاص ينبغي أن يكون من الرب يعني أسلوب طريقة إلهية كما وعد الرب أنه من نسل المرأة يأتي المخلص وعندما يأتي المخلص يعني يسحق رأس الحية أي يدمر عمل الشيطان ليس من خلال أي عمل بشري بل بطريقة معجزية خارقة إلهية الرسول بولوس بيتكلم عن هذا الموضوع ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني وخلي بالك يعني كمان في الرسالة إلى العبرانيين يقول الكتاب المقدس فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية فإذن وعد الرب أنه من نسل المرأة يدمر الشيطان وعمل الشيطان فمشان هيك اللازم يجي بطريقة خارقة إلهية شيء اتنين يعني الأول قلنا الخلاص هو مبادرة طريقة إلهية مستحيل أن تكون طريقة إنسانية حاول إنسان بس ما قدرش يصل لأله ترجمة نانسي قنقر